أشرف أثناء هذه الفترة فترة الريبة دي هل يمكن أن أبقى في المنزل تحت ظروف معينة طبيا تكون صالحة للرعاية عشان أخرج من الدور ده؟ طبعا هو المفروض لو في حالة فيها اشتباه وزي ما الدكتور محمد تكلم دلوقتي أنه المرضى الأشخاص اللي جايين مثلا من بلاد فيها تجمعات للحالات دي أو هي بؤر كبيرة لانتشار المرض أو هو مخالط لحالات فعلا ثبت فيها أنه فيها المرض زي اللي هو كوفيد ناينتين أو أنه واحد من المقدمين للخدمات الصحية اللي بتعامل معها حالات ممكن يكون في وسطها الناس كتير كمان يضاف لهم الناس اللي عندهم حرارة مستمرة وبيشتكي من كحة وديق نفس وغير معلوم الكون لمدة اسمه حرارة مستمرة كحة وديق نفس بظلط هنا تبقى اكتملة الأعراض أنا عايز أقول برضو أن المرض نفسه مش كله مرض حد ومتفاق إحنا ممكن نشوف درجات كبيرة من المرض ممكن نشوف ناس عندهم المرض لكن لا يشتكي من أي أعراض وفيه مستويات تانية في الحدة مختلفة لا يحد عنده الأعراض بطريقة بسيطة أو متوسطة أو شديدة أو فعلا يحتاج دخول المستشفى للعلاج أو دخول الرعاية المركزة اللي عايز تطمينه بس أننا نتكلم في الموضوع ده أنه 85% من الإصابات بتبقى حالات بسيطة وأنه الحالات اللي تحتاج لدخول المستشفى هم 15% بس من الحالات واللي بيخش المستشفى مش كلهم محتاجين رعاية مركزة ولكن اللي محتاجين رعاية مركزة برضو نسبة أقل يعني حامل الفيروس 85% منهم لا يحتاجوا للدخول للمستشفيات بزبط وال15% مقصمين أيضا بعضهم يحتاج رعاية وبعضهم لا بزبط كده وبالتالي إحنا عندنا درجات من الإصابة مش كل المرضى اللي بيعانوا من كوفيد-19 هم مرضى يحتاجوا لوجودهم داخل المستشفى للعلاج وعلشان كده فيه عزل منزلي العزل المنزلي يقصد به أن المريض اللي بيعاني حتى لو ثبت أنه عنده كوفيد-19 في الحالات دي ممكن أنه يتعالج في المنزل لكن لازم بمواصفاته أنه يكون في غرفة موجود فيها بشخصه لوحده وأي حد يتعامل معاه لازم في الحالة دي بيلبس الماسك أثناء التعامل معاه هو نفسه يقلل حركة داخل المنزل ولازم هو والناس اللي معاه بيستمروا في غسيل الإيدين بشكل متكرر وكثير علشان ما يحصلش إصابة إلى جانب هو موجود في القوضة بتاعته هو بيمسح كل الأسطح اللي المفروض أنها ممكن يكون عليها الفيروس وطبعا تكون جيدة التحوي طيب إيه الدواء اللي تاخد؟ ده سؤال الحقيقة مهم جدا إحنا عندنا مراحل مهمة في علاج فيروس كورونا والمرض اللي بيسابه باللي هو كوفيد 19 لازم نكون عارفين أنه الفيروس ده فيروس جاي من حيوانات وده بنسميه زوناتيك انفكشن أنه الحيوان هو اللي وصل الفيروس إلى الإنسان الحيوانات الحقيقة أو الفيروس اللي موجود جوه الحيوان لازم علشان يقدر يصيب إنسان يحصل في بعض التحورات فيقدر يخش جسم إنسان يقدر يتكسر جوه جسم الإنسان ده لكن يبقى أنه علشان يحصل أن الفيروس ينتقل من إنسان لإنسان يحصل تحور تاني ويبدأ يحصل أن الفيروس يقدر ينتقل من إنسان لإنسان هي دي المرحلة اللي احنا فيها علشان كده أفكار العلاج كلها بتنصب في اللي أنا سأقوله دلوقتي أول حاجة فيه كيمويات علاجات كيمائية وأدوية المفروض أنه كل الدراسات معمولة دلوقتي علشان اختيار العلاج المناسب لقتل هذا الفيروس في الأشخاص المصابين في الحقيقة دراسات كتير معمولة متعمل في الصين ومتعمل في كوريا ومتعمل دلوقتي في العالم كله وفي مراكز الأبحاث علشان يشوفه أفضل علاج ممكن استخدامه لهذه الحالات ويكون آمن وفي نفس الوقت يجيب نتائج كويس المرحلة الثانية لأي أفضل للحاجة؟ الحقيقة فيه مجموعة فيه مجموعة علاجات عندنا دلوقتي علاجات كانت تستخدم في علاج المالاريا وفيه علاجات تستخدم في علاج الإيدز وفيه علاجات تستخدم في التهاب الكابدي فيروسي طب إيه الحاجة اللي معروفة في الصيدليات المصرية كده لو خدتها هتبقى تنفع ولا تدر لا يا فندم ده لازم يكون بعد الانتهاء من نتائج الأبحاث لا المكان في محالة الريبة خليني أستكمل بس وحاول لحضرتك المرحلة الثانية دي لأنها مهمة مرحلة الثانية هو أن نعالج الأشخاص اللي موجودة عندهم المرض وده بدأت الصين تعمله فعلا باستخدام العلاج المناعي بدأت تدي أمصال مأخوزة من أشخاص تم إصابتهم فعلا بالمرض وبالتالي أصبح عندهم أجسام مضادة ضد الفيروس وهي استخلاصة هذه الأجسام المضادة وتديها للمرضى في حالات خاصة اللي هم حالات التعبانة أو الوخيمة وكان دي برضو تجارب على أنه يشوف هل نتائج هذه العلاجات بالأمصال كويسة أو لا ودرجة الاستفادة منه محالة الثالثة هي اختراع لقاح يكون يقدر نديه للأشخاص الأصحاء اللي هما لا يعانون من المرض وبالتالي هذا اللقاح يقدر يدي مناعة للأشخاص الأصحاء في أنه يمنع حدوث المرض يبقى المرحلة الأولينية هي العلاج الكيميائي مرحلة الثانية هي العلاج المناعي مرحلة الثالثة هي الوقاية الوقاية زي الإجراءات الاحتراثية اللي بتعملها المزارة والوقاية بالمفروض بالأشخاص اللي بيشتغل يعني لازم يرعي كل أساليب النظافة فيها مكر جاكبر محل